اشتركوا في القناة الشيخ مسلم بن محمود عثمان السلفي الأثري قدم له الدكتور محمد مصطفى الزحيلي في الرواية رقم 2408 الجزء الرابع صفحة 216 كتاب فضائل الصحابة كما نقل باب من فضائل علي بن أبي طالب هناك في هذا الكتاب يقول الرواية عن هذه التفتوا قال انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم فلما جلسنا إليه قال له حسين لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله قال يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله على إلى حوال إلى أن يقول ثم قال قام رسول الله صلى الله عليه وآله يوما فينا خطيبا بما إن يدعى خما بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال لا بها بكى ولا بكير ولا كذا هذه هي الأمانة العلمية التي توجد عند رئيس قسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية يعني سائر الصحابة يفتعلون لهم المآثر افتعالا وعليون يحذفونها حفظا لو كان في كتاب من كتب علماء مدرسة أهل البيت هذا في الوسط كان يقول وفعل علي بن أبي طالد يقولون انظروا هؤلاء كيف يضعون الأحاديث ويكذبون على الأمة ويحاولون كذا هذا أمامكم أرجع وأقول أقرأ الرواية قال قام رسول الله يوما فينا خطيبا بما إن يدعى خم بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظه وذكره ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين التفتوا إذن أولا ما قاله ووضعه قال فعند ذلك بكى أبو بكر وقال ولكن نفديك بآبائنا وأمهاتنا كلام هسا قد يقول موجود في نص آخر أقول ده ينقله من صحيح باب فضائل الصحابة باب فضائل علي بن أبي طالب إذن ده يشير إلى هذا النص ينبغي أن يقول نعم ورد في نص آخر إذا أراد أن يكون علميا أكاديميا ورد في نص آخر كذا يضيفه أما مو أنه يقول جاء في صحيح مسلم ويقول هذا الكلام والناس لا يعرفون أنه واقعا ورد أو لم يرد جيد بعد قال وإني تارك فيكم سقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أين وسنتي ولا أحفظوني أحسن يعني لهذه الدرجة يتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى هذه الدرجة واقعا لو كان إنسان ليس أكاديميا رئيس قسم الدراسات العليا وعلامة كما يعبرون الشيخ المحقق العلامة أين التحقيق؟ أي تحقيق هنا هذا هو تحقيق هؤلاء القوم هذا هو علامة هؤلاء القوم هذا هو ضبط القوم هذا هي الأمانة العلمية للقوم التفتوا يقول إني تارك فيكم ثقلين كتاب الله وسنتي واحفظوني في أهل بيتي واللطيف أنه يجعله بلون غامق حتى يقول أنه هذا نص ماذا؟ نص الحديث مع أنه هذا ليس نص الحديث وليس نص رسول الله أبدأ زيادة أجنبية لا صلة له لا علاقة لها بحديث رسول الله الذي واقعا ينقله عما عن مسلم ثم فقال الحسين الذي لقى الرواية لزيد من آل بيته؟ لأن الرواية قالت ماذا؟ هاي المورد الثالث لعدم الضبط ولعدم الأمانة العلمية من آل بيته؟ قال أليست أزواجه من أهل بيته؟ حسين ديس ألمان زيد بن أرقم أليست أزواجه من أهل بيته؟ قال يعني من؟ زيد قال بلى قال وأهل بيته الذين حرمت عليهم الصدقة فقال منهم؟ قال آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس قال كل هؤلاء حرمت عليهم الصدقة جيد هذا النص الذي ينقله من؟ الغنيمان ولكنه تعالوا إلى النص الموجود وين؟ في مسلم موجود في مسند قال ورغب فقال له حسين يعني قال لمن؟ لزيد بن أرقم ومن أهل بيته يا زيد أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرمت الصدقة أحسنت التفتوا جيدا ولكن موجود فصل النساء عن ماذا؟ عن من حرمت الصدقة عليه أحسنت وبهذه القرينة بيودي أن المشاهد الكريم لأنه نقطة تنفعنا وبهذه القرينة أنا أفهم أن قول زيد نساؤه من أهل بيته مو إخبار وإنما استفهام أحسنت قال نساؤه من أهل بيته على نحو الاستنكار أحسنت ولكن هذه القرينة هؤلاء أهل بيته هؤلاء أهل بيته أحسنت ما لك تدخل النساء ما أحسنت ولكن مع الأسف الشديد يحاولون بهذا النص أن يدخلوا ماذا؟ النساء النساء يقول لقد فقلنا لقد رأيت خيرا لقد صاحبت رسول الله وصليت خلفه وساق الحديث بنحو حديث أبي حيان غير أنه قال ألا وإني تاركم فيكم ثقلين أحدهما كتاب الله وهو حبل الله ومن اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ظلال وفيه فقلنا من أهل بيته نساؤه قال لا وأيم الله قسم نترك القسم ونأخذ نساؤه يعني نساؤه من أهل بيته قال لا وأيم الله زيد بن أرقم أي عقل أنه زيد بن أرقم يقول في موضع والحادثة واحدة مرة يقول نساؤه من أهل بيته وأخرى يقول وأيم الله والدليل الذي يقيمه يقول إن المؤيم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعدها هذا هو الدقل الصحي هذا عليه الأحوال هذا هي الأمانة العلمية التي يتمتع